مازلنا في استراتيجيا في الجزء الثالث فيما له علاقة بالأخبار المتداولة عن سحب إيران أو إعادة تموضع ببعض قياداتها من الحرس الثوري الإيراني واستبدال ذلك كما يتداول بعراقيين أو مقاتلين من حزب الله من طهران الدكتور حسين ريوران أستاذ العلوم السياسية طبعا يبقى معي دكتور سيد ألان بيك دكتور حسين تعليقك بداية عن هذا الذي يحصل الآن يأما إعادة تموضع أو سحب هذه القيادات من الحرس الثوري في سوريا بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء يعني أولا منذ عام 2014 عندما تقبلت إيران إرسال المستشارين العسكريين إلى سوريا يعني لم يكن هناك أي انضباط في العدد يعني كان العدد هو يقل ويزيد حسب العمليات وحسب الحاجة من هنا يعني تقليل العدد في تصوري هو غير وارد لأن الخبر لم يؤكد ولم ينفى أساسا من المسؤولين في إيران من هنا يعني أن تكون هناك استبدال القوات هو أمر طبيعي جدا إعادة التموضع قد يكون هو يعني المقبول بأن سحب القوات هو بحاجة إلى قرار أكبر ولا أتصور أن هناك قرارا ما بسحب القوات أو تقليلها لكن هناك ثلاث أشكال للموضوع في سحب أو استبدال أو إعادة التموضع لو تحدثنا عن موضوع استبدال ووضع عراقيين ولبنانيين كأن إيران تقول أن هؤلاء لقمة المدفع لأي هجمات إسرائيلية لا نعم الاستبدال يتم بقوات إيرانية بقوات إيرانية وهذا هو طبيعي جدا باعتبار أن القوات التي تعمل خارج الحدود كمستشارين يعني هم يتناوبون فيما بينهم في هذا الإطار أما أن يتم استبدال الإيرانيين بغير الإيرانيين أتصور أن هذا الموضوع غير مطروح إيرانيا طب معنا الدكتور سيد يعني خبير عسكري ياريت أنك كمان يعني تدقق فيما سيقول بهذا الموضوع بحسب التتبعك لهذه المسألة رأيك العسكري أولا أنا أعجي أتفق مع دكتور يوران حقيقة يعني يعني فعلا نفسرها كويس جدا وهنا الضابط لنا جميعا المعلومة الحقيقية فإذا كان فعلا الاستبدال إيرانيين بإيرانيين ده بيكون في إطار الروتيشن الطبيعي أي شيء طبيعي سواء مستشارين سواء قوات حقيقية سواء مدربين ده مستحيل يستمر للأبد لابد من منسمية خطة الغيار أما إذا كان الاستبدال وطبقا للمعلومة الحقيقية إذا كان الاستبدال بغير إيرانيين فهو ليس له إلا معنى واحد يمكن المعنى لحدك قلته اللقمة لكن في معنى تاني خصيني وهو التخوف على أرواح القادة الإيرانيين بمعنى اللهم من حر السور الإيراني وهم مهمين للغاية آه ما هذا اللي قصدته بالمدفع بالزبط كده إن هم اللي يكونوا في الواجهة وتحمي أرواح إيرانيين أنا بقول لحضرتك يعني أنا إلا مش بختلف مع الدكتوري وإيران بقدر بقول الاحتمال الثاني لأنه لا أعلم المعلومة المؤكدة وحفطار إنه يعلم المعلومة المؤكدة لكن لو افترضنا إن فيه معلومة بديلة زي ما قلنا لماذا؟ لسه يؤف جلانت أيل يا حضرتك نحن قد اختلنا باللفز كده اختلنا أو باللغة العبرية يعني اختلنا نصف ضباط حزب الله تذكر هذا الموضوع وفي نفس الوقت يضع في اعتباره قائمة اقتلالات من قوات أو قادة الحر السور الإيراني الذي يعتبر مؤلم للغاية للمرشد الإيراني فإذا لو كان ذلك يبهو هذا الهدف تجنبهم من قائمة الاختيالات التي لن تتوقف بل ستزيد في الفترة القادمة طيب دكتور حسين هل هذا مرتبط بموضوع القصف الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق؟ يعني هو طبيعي ضرب القنصلية يجعل إيران تحتاط وهذا أمر طبيعي ولكن في تصوري أن الآن نحن أمام معادلة جديدة يعني إيران قالت على لسان قائد الحرس التوري أن من الآن فصاعداً أي استهداف لأي إيراني في سوريا سيواجه برد فعل من داخل إيران وهذه القواعد الاشتباك التي حددتها إيران يعني إذا احترمت نحن أمام مشهد جديد أن القوات الإيرانية يعني تشعر بأمان أكبر لأن إسرائيل الآن لا تريد أن تدخل في تحدي جديد كما حدث في ضرب القنصلية والرد الإيراني عليها من هنا أتصور أن الكيان الصهيوني الآن قد يستهدف سوريا ولكن لن يستهدف الإيرانيين بسبب تعقيدات المشهد واحتمالية الرد الإيراني وأن التهديد الإيراني الجديد هو أن الرد الإيراني القادم سيكون عشرة أضعاف ما كان عليه يعني الرد السابق استدعى الطائرات الأمريكية والفرنسية والبريطانية والألمانية والتحالف الدولي إقليمي ودولي يعني إذا أصبحت عشرة أضعاف يصبح الموضوع مختلف تماما خارج يعني إطار إمكانية المواجهة من هنا أتصور أن إيران استطاعت أن تخلق حالة ردع جديدة إسرائيل منذ يعني أدت أسابيع هي كانت بعيدة جدا عن استهداف أي إيراني أو أي موقع فيه إيرانيين طيب هل هذا يعني له علاقة الآن بموضوع تضليل للرأي العام في البعض يقول أنه إيران تتعمد تسريب هذه المعلومات من باب التضليل الإعلامي لا أكثر يعني لا فيه سحب ولا استبدال ولا ما يحزنون يعني بالنهاية هناك كما يقال الحرب خدعة ممكن أن يكون هناك تسريب أخبار أنه من هذا الطرف أو ذاك هذا الموضوع ضمن إطار الحرب والحرب النفسية أتصور أنه ممكن ولكن أنا لا أحمل أي معلومة حول هذا الخبر بالتحديد بس أقصد أنت بتعرف بالعقلية والذهنية الإيرانية أنه عادة موجود هذا بالقاموس الإيراني يعني قد يكون ولكن أنا ليست لدي أي معلومة في هذا لا أنا بدي رأيي كنت مش معلومة أكيد أنت هنا بصضيفك من باب الرأي والتحليل طب نسأل الدكتور سيك عن هذه المسألة السيناريوهات هنا يحكمنا السيناريوهات أنا أتفق تاني مع دكتور يوران أن المعلومة هي الأساس ولكن السيناريوهات لابد من التحاسب بس نضع شيء في الاعتبار إسرائيل بلا شك من وقت الحرب في لبنان حتى هذا اليوم أنفها داخل لبنان أنفها داخل سوريا أنفها داخل إيران نفسها بكافة وسائل التجاسس البشرية والتكنولوجية والسيبرانية الحديثة بكافة الوسائل فيعني قادرة ولو بنسبة معينة أن تعلم لكن أتفق مرة أخرى الحرب خضعة الحرب النفسية موجودة ولكن دعني أقول لحدك الحاجة في لما تدرس السيناريوهات المتوقعة باستمرار التصعيد أو كما أسميها إدارة التصعيد من الجانب الإسرائيلي أحد هذه السيناريوهات التي تعتبر ما نسميه السيناريوه الطبيعي الاكتفاء بموضوع ماذا استكمال اغتيالات القيادات الإيرانية وقيدات حزب الله وما شابه كافة الأزرع فإذا أنا كإيران لابد أن أضع ذلك في حساباتي منها أولا المنورة ما نسميه هنا المنورة بالمعلومات في منها فيك نيوز في منها معلومة حقيقية أحير عدوي أنا أتخذ إجراءات كونتر انتليجنس أخليه أمنع عنه تلك الوسائل التي يتدخل به من داخلي فكل الحسابات موجودة ولكن بأمانة أرجح فعلا تقليل حجم القيادات الإيرانية خاصة الحرس السوي الإيراني في الداخل السوري واللبناني في الفترة قادرة دكتور حسين سوريا ماذا تعني؟ هو سؤال مش جديد يعني لكن لا ضير في أنه يطرح دائما ماذا تعني لإيران؟ لأنه بالنسبة هناك من يقول يعني هذا خط أمامي مهم استراتيجي لمصالح إيران يعني أولوية التعارض لدى إيران هي مع الكيان الصهيوني سوريا لها موقع استراتيجي في معادلة الصراع مع الكيان الصهيوني من وجهة نظر إيرانية من هنا الحفاظ على هذا الموقع في مواجهة الكيان الصهيوني يجعل محور المقاومة في وضع أحسن طبيعي من هنا علاقة إيران مع سوريا هي علاقة تحالف استراتيجي ولكن وجهة التحالف هذه هو العداء الكيان الصهيوني باعتبار أنه تهديد للأمة الإسلامية من وجهة نظر الحكومة الإيرانية هناك من يقول أيضا أن سوريا بالنسبة إلى إيران ورقة ابتزاز للولايات المتحدة لا أتصور ذلك يعني إيران أولا نظام أيدلوجي والنظام الأيدلوجي هو لا يتعامل بمنطوق المصالح بشكل مطلق لا هو يتعامل في بعض الأحيان المصالح أو إلى آخره ولكن هو يتعامل بمنطق الأيدلوجية بس حتى لو دكتور الدول قائمة على المصالح سواء كنت أديولوجي وليبرالي بغض النظر عن التسميات كل دولة تبحث عن مصالحها يعني حتى تحالفاتها تكون وفقا للمصالح يعني شوف إذا أخذنا من وقت طفان الأقصى لحد الآن أمريكا عرضت على إيران أن تبحث الملف النووي وأن تعطي إيران بعض الامتيازات في مقابل عدم دعم المقاومة سواء كان في غزة أو في لبنان أو في اليمن إيران رفضت قالت الأولوية لدى إيران هو وقف الإبادة الجماعية في غزة هذا يعكس أن لغة المصالح الصرفة هي غير موجودة في قاموس إيران نعم المصالح التي تهم العالم الإسلامي يعني باعتبار أن إيران تتبنى مفهوم الأمة مطروحة بشكل كبير لدى إيران ولكن أن تكون إيران تتعامل مع سوريا كورقة ابتزاز لأمريكا يعني هذا أراه بحيث جدا بس هنا دكتور حسين خليني أذكرك في قضية الحرب الأمريكية على العراق وعندما يعني في الواحد والتسعين وعملية فعلة بالصحراء إيران يعني وقفت بطريقة ما مش بالضرورة الطريقة الصريحة والمباشرة مع الولايات المتحدة لأنه الهدف كان هو عدو إيران اللدود آنذاك هو نظام صدام حسين وحتى إذا بتتذكر عندما أرسل الطائرات كي تحمى من القصف الأمريكي سيطرت عليها إيران ولم تردها إلى العراق آنذاك يعني أولا موقف إيران تجاه النظام في العراق في التسعينات هو إيران أولا رفضت أي استعمال للأجواء الإيرانية ضد العراق بعكس دول المنطقة يعني دول الخليج كلها سمحت بهذا الموضوع أمريكا طالبت إيران بالانضمام للتحالف الدولي إيران رفضت في حين أن الكثير من الدول العربية كسوريا الأردن مصر اليمن كلها شاركت في التحالف الدولي أنا ذاك ضد العراق يعني هذا هو يعني يشرح لنا الموقف الأيدلوجي الموقف الأيدلوجي أنت لا تستطيع أن تكون مع قوة يعني غير إسلامية ضد حكومة إسلامية وإن كانت بينك وبينها الكثير الكثير من العداوات وحرب لمدة ثمان سنوات بالمناسبة من واحد وتسعين أو حتى من تسعين إلى عام 2003 كانت إيران هي الرئة التي يتنفس منها العراق بالمناسبة يعني كانت كل المواد الغذائية التي يحتاجها العراق كانت توفرها إيران بشكل أو بآخر رغم كل يعني العداء والتموضع السياسي بين إيران وبين نظام صدام وهذا يعود لموقف يعني إيراني إيدلوجي اتجاه الشعب العراقي المسلم رغم الخلافات مع النظام أنا فقط أنا لا أحب نكء الجراحة لكن استحضرت يعني هذا الموقف فقط لأسألك عن موضوع أن المصالح يعني تتغير دكتور سيد أكيد لك رأي التعليق تفضل يمكن ألفت النظر لنقطة الوجود الإيراني في سوريا لا أعتقد بالضرورة أنه ضد الولايات المتحدة إلا أنه في شيء من إدارة التنافس مع روسيا في سوريا لا أقول أن روسيا وإيران مختلفين بالشكل العدائي لا لا إطلاقا إدارة التنافس عن نفوذ أنه قصد المصطلح يعني أعد حديث مثال الوجود الأمريكي في سوريا لمحاربة داعش وداعش هي أصلا تهديد أو عدو لإيران يعني إذن التهديد مشترك مع الخلاف الإيراني الأمريكي ده ما هوضوع ثاني أيدولوجيا وسياسيا وأمنيا بشكل عام في المنطقة لما نرجع للتواجد الروسي أنا أتصوره من خلال يعني بيحقق المصالح الروسية من خلال النظام الروسي النظام السوري أفوان نظام بشار الأسد التواجد الإيراني يحقق مصالحه ونفوذه داخل سوريا ليس بالضرورة من خلال نظام بشار الأسد ولا رغم التعاون معه فأعتقد التواجد الإيراني في سوريا يرتبط نسبيا بإدارة النفوذ تنفسا ضد الروسيا دكتور حسين بدقيقة بقيت معي الوجود الإيراني في بعض السوريين بسموه احتلال إيراني دائم ولا ممكن أن نرى أن إيران خرجت يوما ما من سوريا لا قطعا هو ليس دائم يعني لضرورة سياسية أنا أتفق مع الضيف الكريم أن هناك حرب ضد داعش داعش تهديد إقليمي يهدد إيران كما يهدد سوريا ويهدد العراق نفس الشيء من هنا الحضور الإيراني هو لضرورة سياسية وأتصور أن هذه المهمة إذا ما يعني تمت أن إيران ستعود إلى ستسحب قواتها إلى إيران ولن تبقى إلى الأبد في سوريا أه بس ممكن تسحب قواتها ولكن تبقى ميليشياتها هنا الخطورة يعني شوف أولا يعني دعوة مثلا حزب الله كانت مباشرة بعشرين ثانية بين الحكومة السورية وحزب الله وهذا هو شأن ثنائي بين الطرفين إيران أنا أتكلم عن المستشارين الإيرانيين في سوريا شكرا لك وإيران أقارت أراضي من طاران دكتور حسين ريوران أستاذ العلوم السياسية في الستوريو دكتور سيد ونيم الخبير العسكري شكرا لك وما انتهت حلقة استراتيجيا لهذا اليوم تحياتي